أكدت وزيرة التجارة والصناعين في انجامع اهتمام قيادة السياسية والحكومة بالارتقاء بمنظومة صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة للوفاء باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية وخلال اجتماعها الأول لمجلس الصناعات النسيجية بعد إعادة تشكيله كلفت وزيرة التجارة المجلس بوضع خطة شاملة لتطوير قطاع الصناعات النسيجية بدءا من زراعة القطن ووصولا للمنتج النهائي